بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة آل عمران الدرس العاشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا نادى الله سبحانه وتعالى المؤمنين باسم الإيمان تشريفا لهم ولأنهم هم الذين يمتثلون أمر الله سبحانه وتعالى ويصعون إلى ندائه ثم بعد هذا النداء نهاهم فقال لا تكونوا كالذين كفروا هذا نهي عن التشبه بالكفار نهي للمؤمنين عن التشبه بالكفار لا تكونوا كالذين كفروا والمراد بهم المنافقون الذين حصلوا في وقعة يوحد من التخذيل والإرجاف والكلام في المسلمين لا تكونوا كالذين كفروا بمقالاتهم وأفعالهم وأضافوا إلى ذلك أنهم قالوا لإخوانهم المراد بإخوانهم قيل المراد بهم المنافقون إخوانهم في النفاق فهم دعا بعضهم بعضا إلى التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الخروج إلى القتال فإخوانهم يعني من المنافقين إخوانهم في الشرك والنفاق والكفر وقيل المراد لإخوانهم يعني من الصحابة الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم المنافقون عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماهم إخوانهم في النسب لا في الدين فالمراد لأخوها النسبية لأن هؤلاء المنافقين من الأنصار فهم قالوا لإخوانهم في النسب من المؤمنين إذا ضربوا في الأرض يعني سافروا والضرب في الأرض معناه السفر للتجارة أو لغيرها أو كانوا غزا غزا جمع غازي أي غزات في سبيل الله عز وجل لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا قالوا للذين قتلوا في أحد استشهدوا في سبيل الله يقول المنافقون لو أطاعنا هؤلاء ما حصل عليهم ما حصل من القتل لو أطاعونا ما خرجوا إلى القتال ولم يسافروا إلى التجارة ولا غيرها ومعنى هذا أنهم هم الذين يتحكمون في الموت والحياة فهذا فيه إنكار للقدر إنكار للقضاء والقدر فالمنافقون ينكرون القضاء والقدر ويزعمون أن ما حصل على المسلمين في وقعة أحد إنما هو لسوء تصرفهم وعدم طاعتهم لمشورة هؤلاء المنافقين لو أطاعونا ما ماتوا ما ماتوا وما قتلوا يعني فالمسافرون لا يموتون في السفر والمجاهدون لا يقتلون في المعركة لو إنهم نزلوا عند رأي المنافقين بزعمهم لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا قال الله جل وعلا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم في قلوب المنافقين الذين يعتقدون هذا الاعتقاد وأن الأمور تجري لا بقضاء وقدر وإنما تجري بإرادة الناس واختيار الناس وأنهم لو عملوا كذا وكذا لنجوا من الموت ولا نجوا من القتل فالله أخبر أن مقالة المنافقين هذه أنها تؤثر الحزن في قلوبهم والحسرة في قلوبهم لأنهم لا يؤمنون بالقضاء والقدر ولو آمنوا بالقضاء والقدر لا استراحوا واطمأنت نفوسهم وعلموا أن ما قدره الله لا بد أن يقع على الإنسان سواء كان في بيته أو كان مسافرا أو كان مجاهدا في المعركة فالموت بيد الله سبحانه وتعالى والقتل بيد الله عز وجل هو الذي يجريه بقضائه وقدره لو أنهم اعتقدوا هذه العقيدة لا استراحوا ولكنهم لما أرجعوا الموت والحياة إلى تصرفات الناس فإن ذلك يؤثر حسرة في قلوبهم وجزعا من المصائب وهكذا الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر يقع في هذا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان وهذا هو نفس الذي وقع للمنافقين لو كانوا عندنا أي في المدينة ما ماتوا وما قتلوا ولكنهم لما ماتوا وقتلوا أعقب ذلك حسرة في قلوب هؤلاء المنافقين وحزنا وتسخطا لما حصل يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم ثم رد الله عليهم هذه المقالة بقوله والله يحيي ويميت أي أن الحياة والموت بيد الله لا بيد المنافقين وأن المنافقين يدفعون الموت والقتل عن من شاء بل هذا راجع إلى الله جل وعلا والله يحيي ويميت يحيي من يريد له الحياة ويميت من قدر له الموت والأمور بالآجال المقدرة التي لا تزيد ولا تنقص فإذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون وليؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ثم قال جل وعلا والله بما تعملون خبير هذا ضمان من الله جل وعلا لعباده أنه خبير بأعمالهم لا تضيع لديه فالذي مات والذي قتل كلهم أعمالهم محفوظة لا تضيع عند الله سبحانه وتعالى وسيجازيهم بها فلا بد من الموت أو القتل لا بد من الموت أو القتل و إذا مات الإنسان أو قتل فإنه لن يضيع عمله عند الله سبحانه وتعالى بل هو خبير بأعماله محصين له محصن له عليه فسيعرض عليه يوم القيامة وسيجازى به والله خبير هذا فيه حث على العمل الصالح ونهي وتحذير من العمل السيء لأن ذلك لا يخفى على الله سبحانه وتعالى ولا يضيع لديه سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل يوفقنا وإخواننا المسلمين لصالح القول والعمل صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين